الحلقة المنتظرة بأن كم يوم كده مستنين الحلقة اللي أنا بسميها خارج السندوق وخلينا يعني نعترف أو نتفق كده مش دي نوعيات الحلقات اللي احنا تعودنا عليها في قناتنا دي ولكن أنا معاكم لو قلتوا لي أعمل إيه باللازي أنا هعمل أي واحد مشترك معانا في القناة هنا أو من عيلته وليه نصيب وليه سهم فيها فإذا اتفقتوا على حاجة أو فكرة أيا كان حتى لو بالنسبة لي غريبة عجبتكم وطلبتوها أنا دوري هنا إن أنا أنفذ طلبتكم إذن صديقتنا سناء اللي اقتراحت الاقتراح وأنا عرضتوا على اليوتيوب والفيسبوك لقيتكم يعني متفعلين بشكل أنا ما توقعتوش بصراحة لو إحنا افترضنا إن الجيش الحربي كده وأسندنا مهمة لكل برج بحسب شخصيته وطبيعته إيه أكتر مهمة هينفع فيها كل برج وليه هو ده موضوع حلقتنا خلينا نتفق إن الحلقة دي فن يعني حلقة نقدر نقول كوميدية كل حد يتوقع ويكتب برج وكده يليق في إيه من وجه نظره أنا بحب إن أنا شارككم وبقرأ تعليقاتكم قبل ما ندخل عندنا القائد وعندنا المستشار والمخطط والجسوس وحملة الأعلام وعندنا الطبالين اللي هيطبلوا دفوف الحرب يعني ويبسوا الحماسة في الجيش وعندنا المسعفين والطبخين إلخ يعني إتناشر مهمة كل برج ليه مهمة يلا بينا نبتدي رجعا سريعا كده برحب بكم وبرحب بجديد وقبل وريتي عرفنا بنفسه عشان رحب بيولي مشتركش في القناة اشترك عشان نفضل متواصلين مع بعض وياريت لو شايفين الحلقة دي ممتعة دوسوا لايك وشيروها كمان بقصد يعني أصدقاننا اللي على الفيسبوك شيروا رجعنا على قد ما تقدروا توصل لبقية أصدقاننا ده طلبي الوحيد مين هيكون القائد إحنا لو دينا دور القيادة لبرج غير برج الأسد هيولع فينا صراحة ومؤهلاته وصفاته تستحق ان احنا نقوله هنيئا لك دور القيادة يا زعيم بس خلي بالك الجيش مش بس قائد الجيش في تفاصيل تانية كتيرة قوي إذن برج الأسد وما فيش خلاف صراحة هو أكتر برج ممكن يكون جدير بالدور ده أما المخطط اللي لو حد زعل مني في الأدوار بتاعت حلقات النهاردة أو بتاعت حلقات النهاردة أنا مالي الزم المخطط هو برج العزراء هو اللي قسم ووزع الأدوار وخطط السيناريو اللي احنا هنمشي عليه في حلقات النهاردة يعني لو حد يعني هيشتم برج العزراء ما يشتمنيش أنا صراحة أنا سمعته هو قلي ونفست طلباته أما المستشار فهو برج الجاتي إذن القائد اللي هو برج الأسد طلب من معاوني اللي هم المستشار واللي هم المخطط إنه هم يسندوا بقية الأدوار للجيش فاتفقوا إن اللي هيكون في المقدمة أو الخط الأمامي اللي هيبدأ المعركة هم أبراج برج الحمل لما يمتلكوا من شجاعة وروح قيادة وإقدام وحماسة ممكن يبسوها في باقي أفراد الجيش إذن برج الحمل مهمتهم الخط الأمامي أو فرسان الجيش أو فرسان المعركة خط المنتصف من فصلته هم أبراج القوس يتشبهوا في النوعية دي مع أبراج الحمل النار الحماسة الشجاعة السرعة الإقدام القوة سرعة البديهة دفعا لدفع كده أبراج القوس تدفع أبراج الحمل لقدام ويقدروا إنهم يشكلوا جيش إن شاء الله ما يتهزمش على يد الأعداء يعني الخط الأخير أو الخط الخلفي هم أبراج برج السرطان أو هم أبراج السرطان لما يمتلكوا من تأني وهدوء ورزانة إحنا لازمنا ناس عقلة في المؤخرة عشان تحمي ظهرنا فبرج السرطان إذا استعرضنا الـ 12 مهمة ممكن أكتر مهمة يجيد فيها هي المهمة دي اللي أسندناها ليه في حلقة النهاردة أو اللي أسندها برج الجدي والعزراء أنا ماليش دعوة حملت الأعلام حملت الراية أو العلم بتوع الجيش هم أبراج برج الدلو أو برج الدلو برج الدلو برج رايق ويعني يقول لك ابعدنا عن العنف وبعدنا عن القتال وبعدنا عن الكلام ده إحنا رايقين هنمسك العلم كده ويعني يشرفنا إن إحنا بنمسك العلم بتاع الجيش وإن إحنا خدنا المهمة المميزة دي من وجهة نظر هنمسك سيف مناش إحنا في الحروب ويعني المهمة دي ممكن تكون محببة شوية لنفسنا وإن كان برج الدلو ينفع في التخطيط برضو ولكن برج العزراء ما هي العملية درجات برج العزراء داهية من الدواهي أكتر منه وعنده صبر وعنده حتة مستخبية كده يقدر ما الحرب خدعة يقدر إنه هو يعني يستخدم بعض أساليب الخداع الممزوجة بالخطة المنظمة بتاعته أما الطبالين بقى مين اللي هيطبلوا للجيش ما هو إحنا لازمنا طبلة في الجيش علشان يبدأ الجيش يدب فيه الحماسة والإقدام تسمعوا كده حاجة اسمها قرع الطبول دايماً تلاقي فرقة كده في كل جيش هي اللي يعني موكلة أو موكلة بحتة قرع الطبول دي أو المطبلاتية المطبلاتية اللي هم هيطبلوه بصراحة تسند لأبراج الجوزة الشطرين أوي في مهمة زي كده عندهم قدرة إنه هم يجيدوا في الدور ده إذا أسندنا ليهم وأنا بقول الحلقة فن يعني ده مش هيحصل الموضوع خيالي في روح دعابة ومش عايز حد يزعل رجال ولكن حتى أبراج الجوزة صدقوني في طبيعتهم هتلاقون بيحبوا الزيتة والزنباليطة والخروجات والفسع والصخب عمتاً ممكن يشد ويلفت انتباه أبراج الجوزة ولو كان ينفع بورجين في مهمة واحدة كنا دخلنا معاهم بورج القوس الجيش عايز يأكل عايزين حد نفسه حلو وصاحب مزاج في الأكل وصاحب مزاج في الطبخ ويقدر إنه هو كده يعني يعمل لنا حاجة نفسه حلو في الأكل يعني ويعز الأكل وأنا عملت حلقة قبل كده عن الأبراج اللي تحب الأكل والأبراج الأكل ولأكيد مش هنلاقي أنسب من بورج الطور طبخ الجيش بورج الطور طبخ الجيش هتاكلوا صوابعكم وراء الأكل اللي هيعملوه بورج الطور ونفسه حلوه ادلوه المطبخ بس وهو هيتفنن دخلوه المطبخ وهو هيتفنن أبوا التفنين كلها لما يدخل المطبخ لازمنا دبلوماسي لازمنا شخصية دبلوماسية في الجيش حد توقع هتكون مين أكيد ما عندناش أحسن ولا أكثر لبقى في الأمور اللي زي دي وإن كان فيها بورج ياما لبقى ولكن تركبته كده كلها مع ابتسامته مع جاذبيته مع يعني أساليبه الغير مباشرة والمباشرة هو بورج الميزان بورج الميزان دبلوماسي الدولة دبلوماسي الجيش ولذلك ممكن نستشفي من حلقة النهاردة أكثر المهن خلي بالكم أو الوظائف اللي تمشي مع كل بورج يعني أنا أقدر أغير عنوان الحلقة دي وأقول أكثر المهن اللي يجيد فيها أو يبدع فيها أو طروق أو طليق على كل بورج إذن دبلوماسي الجيش هو بورج الميزان وأكيد مدام هو بورج الميزان فإحنا في إيد أمينة المسعفين بقى أو الأطباء اللي ممكن يكونوا في الجيش أو اللي هيداووا الجرحة والإصابات مفيش عندنا أحن من بورج الحوت وأنا أعتقد برضو أن بورج الحوت حد توقع قوي على فكرة أبراج الحوت لو بقت تشتغل في مستشفى تجيد قوي تجيد جدا يعني حتى لو الأنسة بقت ممرضة أو ممرض يجيد قوي وعنده رحمة كده بالناس وتلاقوا عنده ضمير على فكرة في الحاجات اللي زي دي فأكيد بقى مش هنلاقي بورج أفضل منه نديله المهمة دي ولكن لازمنا برضو حد ده يعني الجيش ده يعني موال كبير أوي ومنظومة كبيرة أوي لازمنا حد ده ينقل لنا الأخبار يكون جاسوس لصالح بلده ودي ما فعاش أي اتهام بالخيانة احنا عايزين حد جاسوس لصالح بلده يخدم بلده ودي مهمة قومية كبيرة أوي ما يقدرش عليها إلا الشديد الأوي يعني حد فاهم وزكي وواعي ويعرف يخبي ويظهر عكس ما يخفي وأساليبه الغير مباشرة وشخصية شخصية أعتقد يعني اللي فاهمين في مجال علم الفلك هيرشحه برج العقرب للمهمة دي ما فيش برج ممكن يجيد مثلما ممكن يجيد برج العقرب في مهمة زي دي أعتقد احنا كده خلصنا الاثناشة وكمين مهمة الجيش أو منظومة الجيش كل حلقة الهدف منها هو رسم الابتسامة إن احنا نكسر شوية روتين حلقات العلاقات والعجر والنصايع يعني حلقة في النص عجبكم النوعيات دي من حلقات أنا ماشي حسب توجيهاتكم اكتبولي قراءكم في التعليقات اللي عنده اقتراح مشابه للاقتراح ده يكتب أنا قلتها لكم أنا ما إلا منفز لرغباتكم يعني في الأول وفي الأخير أنتم عيلت ودحقكم علي أي حد حاب أنه يتواصل معايا إلى انستجرام الفيسبوك قناتنا التانية الفاتفضة اللي بادعوكم ياريت للاشتراك فيها الرابط دي كلها في وصف الفيديو وأول تعليق مع حلقة الأبراج اللي بتحب الأكل كمان اللي يحب أنه يطلع عليها وتصبح على خير